نضح حافظ نضح حافظ بعد خسرتها اليوم او بعد خروجها اليوم نزلت حاجة عبر حسابة على انستجرام وقالت فيها الى بلدي العزيز عندما تحدست عن حملي فعلت ذلك حتى اصلت الدوق على قوة وقدرة السيدة المصرية على التحدي والدليل نجاحي في الفوز على بطلة امريكا المصنفة السابعة عالميا ولست السيدة الوحيدة التي تلعب وهي حامل فالعديد من بطلات الدول الاخرى تلعب ايضا وهي حامل طالما لا يوجد ما يمنع طبيا وانا طبيبة واعلم ذلك جيدا وسعيدة بتمثيل المشرف لبلدي في الولمبيات اللقطات دي حلوة يا جماعة نضح حافظ حلوة وشفت ناس بقى انت يعني بتضحي بتفلك يا جماعة ما اكيد رايحة ووقدة كل الاستشارات الطبية وعرفها هيحصل ايه وعرف وكل الامور يعني اكيد مش رايحة تضحي بتفله اكيد فحننبص للحتة الايجابية ايه هي الايجابية ان البني ادم عشان يعمل انجاز لنفسه ويعمل انجاز لبلده بيتحامل على نفسه مش بيضحي بطفله بيتحامل على نفسه هي اكيد عاملة مجهود اضعاف اضعاف شخص مش واحدة مش حامل اكيد يعني فتشكر وعظيمة وفوق راسنا وربنا يكريمك يا رب في اللي جاي نهاردة عملت نتيجة عظيمة جدا لما اقصت المصنف السابع عالميا المصنف السابع عالميا ودي حاجة تحترم ده نموذج مشرف في بعض الناس باتخش بتنتقد ده يا عمي الواحد بيبقى عنده حاجات كده بتعور في اسبوع يقولك لا انا مش رايحة لعب برافو عليها برافو عليها واللي جاي احسن ان شاء الله